السلام عليكم أهلا بكم في نفهم نتعلم ببساطة نردنا درس جديد بعنوان من أمثال الشعوب كثيرا ما يرد في أقوال الأدباء والحكماء بقولت وكما قيل في الأمثال أو على رأي المثل ويستعين الكاتب في حديثه بالمثل ليقوي فكرته ويبرز مقدرته اللغوية والأدبية ولكن ما معنى المثل؟ المثل قول سائر موجز وتعبير تصيح مؤسل يقال تعليقا على موقف في مناسبة معينة فيستحسنه الناس ويرددونه بعد ذلك في مواقف متشابهة وتعكس الأمثال طبيعة الشعوب وتبرز مسلها العليا والعرب كغيرهم من الشعوب كانت وراء الأمثال التي قدموها أسباب وقصص متنوعة ولعل السابت تاريخيا أن الإنسان قد عرف الأمثال منذ قديم الزمان أو التحديد منذ تعلم لغة الكلام ورح يتفاهم بها مع الآخرين وتتفق الأمثال في كل اللغات والثقافات في طبيعة سابتة للأمثال منها الإيجاز حيث تعتمد الأمثال في بقائها وتدولها بين الشعوب على القصر والإيجاز فالحكمة حيث تحتوي الأمثال النصائح التي يريد السلف أن يورسها للخلف التشابه حيث تتشابه الأمثال بين الشعوب نتيجة تشابه التجارب الإنسانية البقاء والاستمرار فعلى الرغم من أن الأمثال قد مر عليها العديد من السنين إلى أن معظمها ظل باقيا إلى الآن وقد اخترنا لك من الأمثال العربية ويدرب المثل في مدح القناعة والعفاف ودم الطمع عز من قنع ودل من طمع ويدرب المثل في مدح الصبر ونتيجة التحلي به الصبر مفتاح الفرج ويدرب للرجل الذي يبدو منه ما يدل على طبعه كل إناء مما فيه ينضح ومن الأمثال الهندية كن حائسا على أفكارك ومن الأمثال الأفصينية لا تلعن الظلام فخير لك أن تضيء شمع ومن الأمثال التركية يموت الإنسان وتبقى آساره ومن الأمثال الإنجليزية العلم في الشباب حكمة في الشيخوخة ومن الأمثال الفرنسية أعمل المعروف ودعي الناس يتكلمون ما شاء